شكرا لك رهام وشكرا شادي مشاهدينا أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري الحادية عشر مساء التاسعة بتوقيت جراناتشوى موجز إخباري يأتيكم من القاهرة مشاهدينا أحييكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بمشروع الإسكان المتميز R3 في الحي السكنية وفي إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة خاصة موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة ومنطقة حي المال والأعمال فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر كما اطلع رئيس السيسي على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبالي موسى وسانت كاترينا حيث وجه رئيس السيسي بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متسقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر كما تبع رئيس السيسي كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضري اللائق للقاهرة كما اطلع أيضا على الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وألية تخصيص الأراضي بها إلى جانب رؤية تطوير الهيئة خلال العشر سنوات المقبلة وشهد الاجتماع كذلك استعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزري المصري إلى تنزانيا وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببدء الترتيبات الخاصة بالإفراجية عن كل استلاع الموجودة في الموانئ اتباعا مطالبا بإعداد خطة حول هذا الشأن وخلال اجتماع لمتابعة الأسواق أشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظة البنك المركزية على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها مشددا على أن الحكومة تعمل من خلال كل أجهزتها من أجل العمل على توافر السلاع المختلفة في الأسواق بهدف تحقيق توازن في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض كميات السلاع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميص الماضيين خاصة استلع الغذائية من الزيوت والبقوليات وكذا اللحوم والأعلاف حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن بضائع في هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ وخلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وعدد من الوزراء والمسؤولين قال مدبولي إن الاجتماع يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة وذلك بهدف الإسراع بتوافر استلاع المختلفة في الأسواق وأكدا التنسيق والمتابعة المستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون الاستلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن شهر ديسمبر ألغاري شهد الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبلة مع كل أطراف الأزمة الأوكرانية وأوضح أن روسيا تتحرك في الاتجاه الصحيح للدفاع عن مصالحها مشيرا إلى أن من يرفض التفاوض الأطراف المعنية بالأزمة في أوكرانيا وأضاف بوتين أنه متأكد مئة بالمئة من أن الجيش الروسي سيدمر نظام الدفاع القوي باتريوت الذي ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا به في المقابل قال مكتب الرئيس الأوكراني أن روسيا لا تريد المفاوضات وأضاف أن موسكو تحاول التنصل من مسؤوليتها بعد قتل المدنيين في أوكرانيا وأخفقت أربع جولات من المفاوضات بين موسكو وكييف إضافة إلى لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا ووساطات مختلفة في حل حالة الأزمة التي انعكست تداعيتها على العالم أجمع مشاهدين ختم الموجز والأنفاص القصير ثم عودة لاستكمال برنامج حديث الأخبار مع شادي ورهام في أمان الله